ونبقى مع تطورات السودان وينضم إلينا من الخرطوم ورسلنا محي ديش جبريل محي قبل أن نسأل عن الملف السياسي وتطوراته هل من معلومات أكيدة إن كان اليوم سيشهد أي نتائج بخصوص التحقيقات تحقيقة فضل الاعتصام طبعا صباح الخير داليا حتى الآن لم تصدر أي إفادات جديدة عن إلغاء ما كان قد أعلنه المجلس العسكري من أن اليوم سيتم إعلان النتائج وبالتالي نحن في انتظار تحديد وقت معين للدعوة لمؤتمر صحفي أو ما إلى ذلك لنستمع فيه إلى نتائج التحقيقات في مسألة فضل الاعتصام في ميدان القيادة العام صباح التسعة وعشرين حتى الآن لا يوجد جديد لكن بصورة عامة أيضا نتوقع خطاب سياسي لنائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو عند الثالثة بالتوقيت المحلي الثالثة عصرا في ضاحية قري شمالي الخرطوم وهذه الضاحية على الرغم من أن الدعوة التي وصلتنا تتحدث عن أنه خطاب جماهير أمام مواطني المنطقة إلا أن هذه المنطقة تضم واحدة من أكبر القواعد لقوات الدعم السريع التي يرأسها أو يؤسسها محمد حمدان دقلو إذن مساء اليوم ربما هو وقت حاسم في كثير من الملف الخطاب السياسي لدقلو الذي سنستمع إليه اليوم داليا ربما هو من الخطابات النادرة بعد أن صمت الرجل لنحو أكثر من ثمانية أيام ولم يتحدث فيها هل المراقبون يتوقعون خط ما مهم لدقلو في هذا الخطاب السياسي وهل من دلالة لاختياره هذه المنطقة قلت أنه تضم أكبر عدد ممكن من قوات الدعم السريع محي كما فهمت منك رغم أن الدعوة التي وصلتنا لم تشر إلى أن هذا الخطاب سيكون أمام قوات ولكن ربما آخر خطاب لدقلو كان في صبيحة يوم العيد كان هو أمام مئات الجنود من قوات الدعم السريع وهذا الخطاب كان أرسل فيه رسائل مهمة ولكن بعد فترة الصمت هذه الأخيرة نحن لا نستبعد أن يكون خطاب اليوم فيه مواقف جديدة أو تأكيد للمواقف السابقة باعتبار أن هناك حرص على دعوة وسائل الإعلام لحضور هذه المناسبة عادة خطاباته الأخيرة ستكون غالبا تكون هناك دعوة لكن لا يكون فيها حرص شديد على إيصال المعلومة لكافة وسائل الإعلام محي أريد بعض التأكيدات حول سؤالي هذا بعض المصادر تحدثت أن ربما تكون هناك زيارة للأمين العام للجامعة العربية للسودان في محاولة لأتدخل على خط الأزمة وربما إيجاد حلول وسطية هل لديك معلومات حول هذا الموضوع حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي من الجهات الرسمية في السودان سواء كان الخارجية السودانية أو المجلس العسكري لم يؤكد هذه الزيارة ولكن متوقع بنسبة كبيرة بعد المعلومات التي رشحت في وسائل الإعلام خاصة المحلية هنا عن أن الخرطوم ربما تستقبل خلال 24 ساعة الحالية الأمين العام لجامعة الدول العربية ولكن كما أسلفت داليا في الخبر أسلفتم قبل قليل فإن المبعوث الأمريكي تحدث عن أهمية الوساطة الخارجية في حل هذه المشكلة ولكن مراقبون يقولون أن المبادرة الإثيوبية ربما حتى الآن تعتبر هي الأقرب لكسر الجمود باعتبار أن الطرف الإثيوبي هو مقبل كافة الأطراف من غير الإدارة الأمريكية نعم ستكون لها تأثيرات خاصة تجاه المجلس العسكري بعد أن أكدت له ضرورة قيم حكومة مدنية في السودان ولكن تبقى حتى الآن المبادرة الإثيوبية بحسب كثير من المراقبين هي التي يعول عليها في إحداث اختراق يعني رغم تباعد المسافات الشاسعة شكرا جزيلا محي سنعود إليك طبعا مع أي تطور مرسلنا بالخطوم محي الدين جبريل